السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكل عادي وبشكل اسرع بطريقة هالزا مشاهدين نبدأ بالخبر الاول هو ان احد لاعبي المزدوجين الجنسية قرار تمثيل المنتخب الوطني الجزائري وعرض خدماته على المنتخب الوطني الجزائري وكما يعلم الجميع انه مباقيش بزاف ورح نلعبه التصفية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022 فممكن اننا سنرى وجوه جديدة في تشكيلة الكوتش جمال بالماضي فلهذا بعض اللاعب الفرانكو الجزائريين يعني وجه رسائل مشفرة للكوتش جمال بالماضي بانهم يريدون تبثيل المنتخب الوطني الجزائري وهذا الحلم بالنسبة لهم فاليوم عدنا احد اللاعبين وهذا اللاعب الذي اتكلم عليه خاض تجربة مع نادي نيس الفرنسي وطبعا نزا مشاهدين هذا اللاعب المنقب بسيدي سيلفيستر الذي صرح لجريدة انز مونديال والذي هذا اللاعب ينحدر من اسول جزائرية قائلا عائلتي ستكون فخورة بكثيرا لو حملت قميس المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا يعني هذه رسالة مباشرة للكوتش جمال بالماضي قائلا قبل التفكير في اللاعب لصالح الخضر انا مطالب بان اقدم مستويات قوية مع فريقي خلال الموسم الحالي وقائلا ان اللاعبين اللي شرحوا لي هذا اللاعب واللي يعني ساعدوه به يختار وجهة داعه الدولية قائلا يوسف عطال وايضا هشام بوداوي حيث قائلا يوسف عطال و هشام بوداوي تحدث معي في هذا الموضوع يعني تمثيل المنتخب الوطني الجزائري يعني هذين اللاعبين كان عندهم فضل كبير من اجل هذا اللاعب يحسم امره فقائلا يوسف عطال و هشام بوداوي تحدث معي في هذا الموضوع ولا اخفي عنكم انني انبهرت باجواء الفرحة التي عاشها الشعب الجزائري في يعني عام 2019 بعد الفوز بكأس امم افريخيا فانتو ما قلون نرايكم مزاو مشاهدين انا راح نعرض عليكم يعني بايونات هذا اللاعب كلها وانتو ما قلون نرايكم مزاو مشاهدين واش نحتاجوا هذا اللاعب كمناصرين او يعني نحتاجه في المستقبل القريب لانه هذا اللاعب صراحة وحاليا هذا اللاعب يعني يلعب في الدرجة الفرنسية الثانية مع نادي بو افسي كما تشاهدون وهو من مواليد 1999 يعني عنده 21 سنة ويلعب في ثلاث مناصب كما تشاهدون يعني في خط الوسط الاجنحة كليهما وايضا يقدر يلعب بشكل كبير جدا في الجناح الايمن وايضا نزام مشاهدين خادت تجربة مع نادي اولمبيك مارسيليا فهو خريج يعني نقدر نقول انه خريج اكاديمية اولمبيك مارسيليا سنة 2019 يعني لعب مع نادي مارسيلياalts ايديزناف وايضا لعب مع نادي مارسيليا وتعاملات كبير وايضا حتى لعب مع نادي الفئة وايضا لعب وأني ايضا لو الفئة الاولى الى ان خاض التجربة مع احد الاندية في الدوري البلجيكي وحاليا هو في الدوري يعني الفرانسي كما تشاهدون فانتر سوف تد wollذا فاللاعب قرر مباشرة تمثيل المنتخب الوطني الجزائري ماشي كما بعض اللاعبين الآخرين يقول لا ننتظر كذا وننتظر كذا وننتظر كذا ومن بعدها في نهاية المطاف يختار منتخب غير المنتخب الوطني الجزائري يعني اللاعبين لي هدوهم والي فرحوني صراحة يجي ما النخر يقول لك وشرا نيبغي المثل كذا ولا كذا يعني ما تخليناش نتبع فيه ولا تعطينا كما نقول لزا مشاهدين ضمانات ومن بعدها يعني تكون تلك الضمانات كاذبة على أين ننتقل الآن إلى الخبر الموالي عند أحد نجوم من المنتخب الوطني الجزائري المستقبلي وهو يسر العروسي الذي ينحذر من أصوله الجزائرية من ولاية واتسوف وتحية كبيرة لأبناء واتسوف بطبيعة الحالة التي يشاهدوننا في هذا القناة على أين هذا اللاعب صراحة يعني صرح بتصريح قوي بعدما أن تعقد مع نادي ترواء الفرنسي قادما من نادي ليبربول حيث صرح قائلا سعيد جدا بانضمامي إلى نادي ترواء وأريد مساعدة الفريق في الدور الفرنسي هذا المقسم صراحة وإن المعلومة هذا النادي الفرنسي يعني كان في الدرجة الثانية للدور الفرنسي وصعد إلى الدرجة الأولى وقائلا اخترت نادي ترواء من أجل اللاعب بانتظام هذا الأمر كان من أهم أحد أهدافي عادل تجديد عاخدي مع ليبربول كان واضحا لأنني لم أكن لأحصل على دقائق أكثر لللاعب وأشكر الدعم الذي وجدته في ليبربول خاصة من يورغان كلوب وهو كشف لنا بل أن ليورغان كلوب كان يعطي دعم كبير لهذا اللاعب ولكن هذا اللاعب لم يكن عنده وقت كافي مع فريق نادي ليبربول للرديف وهذا اللاعب كان صراحة مطلوب من العديد من الأندية من أبرزها نادي ليزي يونيتد يعني الذي يعني مدربه حاليا هو العبقري بيرسا على العموم هذا اللاعب انتقال لمدة خمسة سنوات إلى نادي ترواء الفرنسي إذا يتأنق بشكل كبير ستجده في نادي مارشستر سيتي بشكل عادي فكان هذا هو تصريحه بينما أيضا ننتقل إلى خبر موالي عن نسبة الدولي جزائري يوسف عطال انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار بل لأنه يوسف عطال حاليا يعني ممكن أنه سينتقل إلى نادي كريستال بارس ولكن زي مشاهدين ذلك المقال الذي حضره لنا وشاركه معنا جريدة The Guardian يعني كان فقط عرض من قلوش عرض من إدارة نادي كريستال بارس إلى نادي ليز من أجل انتقال هذا اللاعب لا بالعكس بل الجريدة The Guardian عرضت ويعني كما نقول زي مشاهدين نصحت إدارة نادي كريستال بارس بالتعاقد مع نجمنا الجزائري وهو يعني يوسف عطال فكما تشاهدون ها هو الظاهر عمامكم يعني المصدر الظاهر عمامكم قائلين لأنه يعني هناك العديد من اللاعبين يجب أن ينتقلوا وقائلين أيضا منح كريستال بارس عقدا جديدا لأحد لاعبي يعني في خط الدفاع وفي وقت السابق يعني من هذا الصيف ولكن التوقيع على الظاهر أيمن جديد يجب أن يكون أولوية للمدرب الجديد باتريك فيرا باتريك فيرا انتقل إلى تدريب نادي كريستال بارس وكان مدربا ليوسف عطال في نادي نيس الفرنسي وقائلين يجب أن يتطلع يعني كريستال بارس أيضا للاستفادة من علاقته اللطيفة لإلتقاط يوسف عطال يعني يريدون هذه الصحيفة تريد يعني أن تستغل العلاقة التي كانت جيدة بين كريستال بارس التي كانت جيدة بين يوسف عطال وأيضا حتى مدربه باتريك فيرا في نادي نيس ويريدان انتقال هذين يعني الشخصين إلى نادي كريستال بارس حاليا لكي يلتم الشمل وقائلين بدأ اللاعب البالغ من العمر 25 سنة يعني متجها لأشياء كبيرة قبل بضع سنوات فقط الإصابة في الركبة هي التي عرق على التقدم ولقد كان يعني طريق عودته بطيئا جدا وهذا اللاعب هو متعدد الاستخدامات ولكن إذا تم تمكن كريستال بارس من إعادته إلى المصار الصحيح يعني يتعقدوا معه ويشركوا في العديد من المباراة تحت المدرب يعني باتريك فيرا فلن يكون لديهم فقط لاعب موهوب للغاية ولكن أيضا سيكون لديهم شخص يمكنهم بيعه مقابل ربح هائل في المستقبل فكريستال بارس حسب نصحة هذه الجريدة راح بتنصح كريستال بارس يعني بضرب عصفرين بحجرين واحد هو أنه تشتري هذا اللاعب يعني يتألق معها بشكل كبير جدا ومن بعدها سيطالب عليه العديد من الأندير وهذا اللاعب كان مطالب من العديد من الأندير لو لا إصابته والنادي اللي كان مهتم به هو نادي توتنهام في الأشهر القليلة الماضية ولكن الإصابة هي التي أبعدته عن سوق الانتقالات وعن الميادين بشكل كبير جدا وحتى عن المنتخب الوطني الجزائري ننتقل الآن إلى الخبر الأخير في هذا الفيديو هو عن نجمينا الجزائري زيند بن فرحات الذي حاليا هناك العديد من الأندير مطالبة عليه ومن أبرزها أولنبيك مارسيليا وخاصة أن هذا اللاعب تأكد لنا بأنه رسميا سيكون خارج فريق نادي نيم الفرنسي هذا الموسم يعني سينتقل إلى أحد الأندير فخرج لنا مامادو ديانغ في حساباته السوشيال ميديا أبرز تويتر وقائلا وعبر عن فرحته بهذه السفقة واستقباله بهذه السفقة بصدر رحب قائلا أيضا زيند الفرحات لاعب ممتاز يعني في أولمبيك مارسيليا قريبا أتمنى ذلك فعلا شخصيا أرى خيارا مثاليا يعني صراحة متصريح كبير من هذا اللاعب السابق لنادي أولمبيك مارسيليا وأيضا مشاهدي للمنتخب السينيغالي فهذه وجهة جيدة لهذا اللاعب بالنسبة لي عفوا أراها وجهة جيدة لهذا اللاعب أولمبيك مارسيليا يعني رح تكون إن شاء الله تجربة جيدة لهذا اللاعب فيعني تفصلنا أيام قليلة ورح نشوف واش رح ينتقل أم سيبقى في نفس الفريق فكان هذا الفيديو اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام